في ليبيا لا مخارج واضحة للأزمة الناجمة عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد ولكن مساعي الحل تسير على السكة الخارجية مع جهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة وداخليا مع مساعي البرلمان الليبي لرسم خارطة طريق المرحلة وفي ظل غياب التوافق بين الأطراف الليبية هل بات الحل خارجيا عبر دعم إقليمي ودولي متماسك وهل البرلمان لوحده قادر على اتخاذ خطوات إجرائية على طريق إنجاز الانتخابات هذه الأسئلة المصيرية في ليبيا تترافق مع عزمة أخرى لشأن مصير الحكومة الحالية فهل سيطيح بها البرلمان ومن هي الشخصيات المطروحة لخلافة الدبيبة وما مخاطر سيناريو حكومة موازية لمناقشة كل هذه المسائل معنا الآن من منغازي الكاتب والباحث السياسي الدكتور أحمد العبود ومعنا من تونس المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شبار مرحبا بضيفي دكتور أحمد مساء الخير دعني أبدأ معك عندما نتحدث عن خريطة طريق جديدة ما الذي يعنيه ذلك هل نتوقع تغييرات أساسية في الأسس التي قامت عليها الخارطة أو الخريطة الطريق الماضية التي باءت بالفشل عن طريق الإخفاق في إجراء الانتخابات أم عن ماذا نتحدث تحديدا عندما نقول خارطة طريق جديدة نعم هذا في نفس هذا الاتجاه التحليل الذي يتفضل بيها أقول بأن هناك خارط طريق أشرف عليه المجتمع الدولي وكانت نتياج لقوات برلين الأولى وبرلين الثانية ومن عقد منها من مصارات سياسية وامنية واقتصادية وأن المصار السياسي أصيب بالإخفاق لكون أن بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل السلطة التنفيذية بمجلسين المجلس الرئاسي والحكومة كان الباب الثاني هو الدهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية في 24 ديسمبر ولكن للأسف هذه الخارطة منيت بالفشل كنتيجة لعدم إجراء الانتخابات فبالتالي نحن أمام مستويين اليوم أو مصارين المصار الأول وهو الذي تحاول بحثة الأمم المتحدة والأطراف الأقديمية والدولية إصلاح الخارطة الأولى أو الخارطة القديمة أو الدهاب في التجاه الثاني الذي يدعو إلى إنتاج خارطة طريق جديدة وكانت ملامح هذا الإنتاج بتشكيل اللجنة البرلمانية التي سميت بأنها لجنة خارطة الطريق وهذه اللجنة أمامها تلات مستويات لتقديم خارطة طريق جديدة المستوى الأول وهو سؤال طرحتها حضرتك في طارق التحليلي عندما قلت هل نحن أمام باب تشكيل حكومة جديدة أم أن هذه الحكومة سوف تستمر وهنا أقول لك إلا ودهبنا في الخارطة الجديدة فإن التجاه يذهب إلى تغيير السلطة التنفيذية وتغيير سيد عبد الحميد بيبة وهناك شخصيات عديدة مطروحة في هذا السياق المستوى الثاني هو تحديد أجال جديدة للانتخابات التشريعية والرئاسية والمستوى التالي سوف يناقش قضية معلقة هي قضية سيناف مصار أبوزنيقة للمناصب السيادية مع عدم استمرارية السيد عماد السايح في المفوضية العلونية للانتخابات لكون أن المفوضية لا زالت هي الجهة المسؤولة ما بعد الجلسة الأخيرة التي حضرها السيد السايح طيب وهناك قضايا أخرى دكتور أحمد كما تعلم جيدا متعلقة بالأسس والقواعد الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات من هو مؤهل للترشح ومن هو غير مؤهل يعني قضايا كثيرة لا أدري كيف ستحل ومن الذي سيعمل على حلها أستاذ محمد مساء الخير مرحبا بك معنا أيضا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه الخارطة الجديدة التي لا نعلم معلمها بشكل محدد حتى الآن ولكن على ما يبدو هناك حديث عن وضع أسس جديدة تشمل كل هذه الأمور التي أشار عليها الدكتور أحمد كيف تنظر إلى هذه المسألة ومن هي الجهة أصلا المخولة والمؤهلة لوضع مثل هذه الخارطة بداية تحية طيبة لك أستاذ مهند ولضيفك الكريم ولكل أستاذ المشاهدين علينا إذا ما تحدثنا عن إجابة لهذا السؤال اليوم أن نتحدث بواقعية بشكل واضح وكبير وحتى بالفعل يكون المشاهد الكريم في صلب الحقيقة التي وما نشهده اليوم من المشهد السياسي والمشهد العسكري أيضا نعلم جيدا بأن هناك قوات أجنبية في الشرق الليبي هي القوات الروسية وأيضا قوات تركية في الغرب الليبي وهما من يهيمنان على المشهد السياسي والمشهد العسكري ومن هنا ننطلق بخلفية أن كل المؤسسات الموجودة في الشرق الليبي وما تطلقه من مقترحات سواء كان خارطة الطريق أو مسألة تغيير حكومة أو مسألة تقاسم سلطة أو مؤسسات سيادية هي نابعة أساسا من القوات الروسية والحكومة الروسية أيضا بالمثل ما كل المقترحات التي تنطلق بها المؤسسات الموجودة في الغرب الليبي هي تنطلق أساسا من الحكومة التركية والقوات التركية المتواجدة في الغرب الليبي أعتقد أن هذه المقترحات سواء كان خارطة الطريق أو تشكيل حكومة جديدة لن تجد أي ذان صاغية من المجتمع الدولي المسار الوحيد واليتيم هو مسار خارطة الطريق التي تم اعتمادها بقرار من مجلس الأمن الدولي في قرار 25-70 ونعلم جيدا أيضا من جانب آخر أن على كل المؤسسات تنفيذ ما جاء في خارطة الطريق خصوصا مسألة التوافق على قوانين انتخابية وأيضا مسألة التوافق على موعد جديد لإجراء هذه الانتخابات الإختصاصات لهذه المؤسسات كتبت وهي تم الاتفاق عليها ووقع عليها أطراف الخلاف في اتفاق جينيف وأيضا تم تضمينها ودعمها أيضا من المجموعة الدولية أعتقد أن ما تقوم به السيدة المستشارة السيدة ستيفني وليمز من خلال كل المشاورات التي رأيناها وتابعناها خلال الأسبوع الماضي أيضا هناك لقاء مرتقب آخر دعا إليها وزير الخارجية الروسي في اليوم الأثنين المقبل أعتقد أن كل هذه المشاورات الهدف منها الرئيسي هو إعادة زخم العملية الانتخابية من جديد من أجل التوافق على قوانين انتخابية وأيضا قاعدة دستورية واتفاق أيضا على موعد جديد لإجراء الانتخابات هذا الحقيقة هو الهدف الرئيسي أما كل هذه المؤسسات ومشاهدناها خلال الأشهر خلال المرحلة التمييدية الهدف الرئيسي هو تمطيد المرحلة الانتقالية من أجل إبقاء الحال على ما هو عليه وهذا تتفق مع هذه المؤسسات كل القوات الأجنبية المتواجدة على كامل التراب الليبي طيب دكتور أحمد السيدة وليامز لديها جولة مكوكية لافتة تشمل دول مهمة نتحدث عن تركيا عن مصر وعن روسيا أيضا كان لها تغريدة حول محادثاتها في تركيا تقول ستيفاني وليامز اتفقنا مع المسؤولين الأتراك على أهمية وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا يقوم على البناء على التقدم المحرز في الحوار الليبي الليبي القائم كما شددنا على ضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية من أجل الصالح العام للبلاد هل المشكلة دكتور أحمد مرتبطة بشكل مباشر بهذه القوى الخارجية أم أن المسألة ليبية ليبية الإخفاق الذي جرى في الفترة الأخيرة هو إخفاق داخلي القوى الخارجية على ما يبدو كانت متفقة على إنجاح هذه المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات ولكن الإخفاق من وجهة نظر البعض على الأقل هو إخفاق داخلي ما الذي يمكن لهذه القوى الدولية أن تفعلوا للتغلب على هذه المسألة خلينا أولا نسأل القوى الدولية أو المجتمعين سواء كانوا في برلين أو برلين الثانية أو حتى في جينيف والزخم والدعم الدولي الذي قدمته للحوار الليبي الليبي وفي الخارطة الأولى هل ترجم في انتخابات رياسية وتشريعية بالضرورة سوف أقول لك بأن رغم آخر اجتماع عقد في باريس والذي وفر مناخا دائما كان هذا المناخ هو عبارة عن جملة من التصريحات ولكن لم تقدم الضمانات لتنفيذ الانتخابات لهذا لم تنجح الانتخابات في 24 ديسمبر الدعم والدولي لابد أن يعزز صراحة بإجراءات وتدبير على الأرض لم نسمع حتى بقائمة برغم أنه كانت من مخرجات اجتماع باريس بمعاقبة المعرقدين العملية الانتخابية ورأينا كيف أن سيد عبد الحميد بيبة منذ أن رجع إلى زيارته لاجتماع باريس أو لقاء باريس الذي حضره انقلب على هذا المصار وقال بأنه سوفا لن يسلم السلطة إلا الجهات منتخبة وكأنه يدرك بأن كل التدبير والإجراءات التي سبقت الانتخابات كانت سوف تقود إلى فشل الانتخابات لأن البلاد لم تكن جاهزة هنا أذهب بالاتجاه الآخر أيضا تصريحات السيدة ستيفاني ورقاتها المتعددة وقولها بأن البرلمان الليبي مسؤول عن إنتاج حالة التوافق التي تقود إلى صناعة خارط الطريق جديدة الجهود الدولية وهو شريك حقيقي للدولة الليبية أو للسلطة القائمة أو للأطراف الليبية في إنتاج التوافقات نعم لا غناء على ذلك هناك محاور مهمة صراحة لا يوجد اتفاق حول شبكة المصالح في كل هذه الدول مع الداخل الليبي وحدة الداخل الليبي طرف مهم لما نتكلم على ما حدث ذلك اللقاء اللقاء الأربع الذي جمع المشير حفتر كمترشح للرئاسة وصيد بشاغة وأحمد ميتيق ومترشح عارف النايض وعديد من المترشحين الآخرين كان هذا اللقاء جيد في الدهاب إلى أنتاج حالة توافق بأن الليبيين يحترمون ويقدرون المصلحة العليا للبلاد ويدهبون في صناعة مصالحة وطنية والتوافق على ترتيب العملية السياسية البرلمان يقوم بالعديد من المحاولات ولكن القول بأن التوافق على الاستفتاء على الدستور الدستورة 2017 سوف يمهد الانتخابات التشريعية ورياسية هذا من ضرب الخيال علينا أن نقدر وهناك جلسة بعد غد في البرلمان بأن إنقاذ سواء الخارقة القديمة أو صناعة خارقة جديدة بأجال محددة تقود الانتخابات التشريعية ورياسية سوف يرتكز على ثلاث قضايا القضايا الأولى الموقف من الحكومة القائمة هل سوف تسمر أو أنها لابد أن تتغير القضية الثانية التوافق على ما طلبه سيد عماد السايح من حل الإشكال القانوني في القوة القاهرة وبالتالي حالة الشراكة ما بين مجلس النواب ومفوضيع الانتخابات سوف تقود إلى صناعة قوانين للانتخابات التشريعية ورياسية مع استمرارية الأعلانة الدستورية كأيطار دستوري هذه الانتخابات في الذهاب الانتخابات التشريعية ورياسية بأجال قصيرة لا نريد أن أحدث عن أجال طويلة لا أجال قصيرة مهمة دكتور أحمد ولكن أيضا البعض يقول يجب عدم وضع تواريخ أو مواعيد أو جداول زمنية مصطنعة لا تلبي لا تحل المشكلة إلا بضمنات ولكن هناك عدة نقاط يجب حلها قبل القول أن هذا هو التاريخ المعقول والعملي لإجراء هذا الاستحقاق أستاذ محمد دعنا نتحدث عن مسألة الحكومة الحالية الآن هناك دعوات على ما يبدو كما فهمنا عدد من النواب تقدموا بطلبات لربما إيجاد حكومة جديدة وعزل السيد دبيبة من منصبه إلى آخره إلى أي مدى هذه مسألة مطلوبة لأنه بحسب السيدة ستيفاني ويليامز كان لها موقف في هذا الموضوع تقول السيدة ويليامز ليبيا شهدت خمس حكومات انتقالية ولا أعتقد أن الحل هو حكومة انتقالية أخرى ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ عام 2011 وهي بحاجة إلى مؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطيا على ما يبدو السيدة ويليامز يعني غير متحمسة لمسألة حكومات جديدة هل هذا هو المطلوب الآن أم أن الحكومة الحالية يمكن أن تستمر في هذه المرحلة إلى حين إجراء الانتخابات طبعا من ناحية هناك خلفات عديدة الحقيقة على الحكومة الحالية نظرا لأسباب عدة أهمها طبعا مسألة أنها حكومة تسييرية منذ 20 سبتمبر سنة 2021 هذه النقطة الأولى وأيضا النقطة الثانية أن نهاية هذه الحكومة الرابع من 20 من ديسمبر بالإضافة إلى أن هناك خلفات حادة خصوصا بين مجلس النواب واطياف سياسية عدة بينها وبين الحكومة وأيضا الإخفاقات التي واجهتها كل المؤسسات ومن ضمنها هذه الحكومة في مسألة تهيئة ظروف جيدة لخوض انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في 24 من ديسمبر هذا جانب الجانب الآخر نعلم جيدا كيف جاءت هذه الحكومة هذه الحكومة جاءت باجتماعات بين أطياف السياسية وأطراف الصراع في ليبيا من خلال ملتقى الحوار السياسي وكان ذلك بتيسير من بعثة الأمم المتحدة وأيضا بدعم من المجتمع الدولي باعتبار أن طبعا ليبيا لازالت إلى حد هذه اللحظة تحت طائلة الفصل السابع وبالتالي أعتقد إذا كانت هناك بالفعل مطالبات من الأطياف السياسية سواء كان من مجلس النواب أو من مجلس الدولة أو من أطياف السياسية الأخرى التي ترى مكسبا أن هناك مكسب في مسألة تغيير الحكومة لن يتم ذلك إلا من خلال مسار وحيط يسيره بعتة الأمم المتحدة وأيضا يدعمه المجتمع الدولي وسيكون بتأكيد هدف هذه الحكومة هو الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة طيب أنا أسألك هنا أستاذ محمد هل مجلس النواب أو رئيس المفوضية الأولية حكومة القاهرة مخول مؤهل له الحق في عزل هذه الحكومة أو إنهاء خدماتها وتعيين حكومة جديدة أم أنه يجب العودة إلى الجهاز الجسم الذي أوجد هذه الحكومة وهو كما أشرت ملتقى الحوار دكتور أحمد ما رأيك في هذه النقطة؟ نقطة لها تعقيداتها بصراحة يعني لما نجد تشوفه نحن على مستوى رئيس الحكومة رئيس الحكومة معين قبل لجنة الحوار السياسي ولكن لجنة الحوار السياسي اليوم فضت بيتعيين من تعين وعودة الباقي إلى سابق عمل وأصبح دورها بعد فشلها في صناعة القاعدة الدستورية مبني للمجهول يأتي النقطة الثانية وإداحة ما تم تغيير الرئيس الحكومة ما دعان المجلس الرئاسي لكونا نتكلم عن السلطة التنفيذية والمجلس الرئاسي تم اختياره من قبل لجنة الحوار السياسي وتم حلف القسم الدستوري أمام قضاة المحكمة العليا وبالتالي دم أردنا تغيير الرئيس الحكومة نعم المجلس النواب حجب الثقة عن الحكومة وأصبحت حكومة تسيير الأعمال لكن هل يستطيع مجلس النواب تغيير رئيس الحكومة هذا هو السؤال الذي سوف يجاوب عليه المجلس النواب يوم الاثنين القادم باب تغيير السلطة التنفيذية أعتقد بأنه غير مطلوب من قبل الباعة الأممية ومن السيد استفاني ولكن أيضا هناك اتجاه آخر وهو قوي اليوم موجود في الشرق والغرب موجود حتى داخل مصر النواب ومصر الدولة بأن حان الوقت من تغيير هذه الحكومة التي فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية وفشلت في توحيد المؤسسات المقسمة وفشلت أيضا في توفير المناخ الذي نذهب فيه إلى نجاح انتقابات تشريعية ورئيسية في 24 الماضي فبالتالي حان الوقت أن تكون هناك حكومة جديدة بس هل هناك خشية في الوقت نفسه دكتور أحراد من أنه أي تحرك في هذا الاتجاه قد يؤزم المسألة بدل أن يحل المشكلة بمعنى آخر نتحدث عن بقاء الحكومة وتشكيل حكومة موازية وكل هذه الأمور ألا تعتقد بأن هذا المسار إذا تم سلوكه قد يعرقل المسألة بشكل أكثر مما هي معقدة عليه الآن أصلا صحيح يعني خلينا نعطي رؤيتين الرؤية الأولى تقول بأن السيد عبد الحميد بيبة يريد تقديم العديد والعديد من التنزلات حتى يستمر في المشهد السياسي بل أنه عرض تغيير كافة الوزارات وتشكيل حكومة جديدة وترك الباب مفتوحا من أجل الحديث عن هذا السيناريو وهو السيناريو الأول السيناريو الثاني إذا مدى بمجس النواب إلى تشكيل الحكومة جديدة وهناك العديد من الشخصيات التي تطرح الآن فإننا أمام مشهد إذا ما استمر سيد بيبة في التمسك بوجوده كرئيس الحكومة فإننا أمام مشهد انقسام حقيقي مؤسسي يعادل مرة الثانية وسوف نشهد حكومتين حكومة في الشرق وحكومة في الغرب وقد يدفع بنا هذا السيناريو إلى ما هو أسوأ أن يحدث مشهد شهدته ليبيا سابقا في 2014 وهو المواجهة العسكرية ما بين الفرقاء داخل حتى طرابلس وفجر ليبيا ليس بالبعيد تاريخ 2014 فالخوف اليوم بأن كل السيناريوهات المطروحة السيناريوهات لها ما بعدها بمعنى أنها سوف تذهبن في حسابات أخرى غير محسوبة منها نقسام المؤسسي أو نشوب حرب أخرى خاصة أن جميع الأطراف اليوم تنظر بأن السيدة بيبيا وحكومته أصبح جزء من المشكلة ولا يستطيع أن يكون جزءا من الحل هذه هي المعادلة التي جعلت من السيدة استيفاني تذهب في اتجاه جولة مكوكية تريد خلق حالة من التوافقات الدولية حول أحد الخيارين خيار استمرار بيبيا مع تعديلات جوهرية أو الدفاع باتجاه آخر أن تشكل حكومة جديدة ويلقى على عثقها تنفيذ خارط طريق الدولية مع التزامات وضمانة دولية بالتوريخ الجديدة بإجراء الاستحقاقات للانتخابات الرئاسية والاتقوات التشريعية أستاذ محمد ما رأيك في هذه النقطة مسألة الحكومة الحالية ومصير الحكومة الحالية وما الذي ينبغي عمله في هذا المجال ومن له الحق أصلا في تغيير الحكومة وتعيين حكومة أخرى مسألة محاولة تقاسم السلطة من جديد وهذا ما حدث في المغرب الاجتماعي الأخير بين خالد المشري وأيضا عقيلة صالح أعتقد أنها هي عبارة عن مطالب تلبي بعض الأطياف السياسية في ليبيا وأيضا تلبي تلك الدول التي تريد أن تخلق نفوذ من خلال تشكيل حكومة جديدة بهذه الطريقة أعتقد أن مسألة تشكيل حكومة أولا من هي الدول أو الأطراف الخارجية التي تريد تشكيل حكومة جديدة إذا كانت السيدة وليامز وهي عرابت بين قوسين هذه المسألة تقول أن المشكلة ليست مسألة حكومة جديدة لأن ليبيا شهدت خمس حكومات انتقالية من هي الأطراف الخارجية الفاعلة التي تريد بالفعل تغيير حكومة السيدة دبيبا طبعا هذا كان واضح بشكل كبير الدول التي تمتلك قوات أجنبية سواء كانت الحكومة الروسية أو الحكومة التركية التي تريد تنحرف بعيدا عن خارطة الطريق لأن خارطة الطريق تتضمن مسألة مهمة وهي مسألة اتفاق وقف اطلاق النار الذي يحث خروج كل القوات الأجنبية وهذا حقيقة ترى تلك الدول بأنها ستتضرر كثيرا وستتضرر أيضا مصالحها الاقتصادية وربما تبتعد عن مسألة خلق نفوذ داخل ليبيا أعتقد أنه إذا كان هناك بالفعل مطالبات من كل الأطراف الآن السياسية بمسألة تشكيل حكومة جديدة أعتقد أنه بالإمكان تقديمها لبعثة الأمم المتحدة أو ملتقى الحوار السياسي حتى يتم بالفعل الاتفاق بين كل الأطياف السياسية وأيضا حتى الأطراف الدولية يعني نعلم جيدا بأن هناك الآن يعني ليبيا لازالت تحت الفصل السابع وأي حكومة يجب أن يكون دعمها من خلال إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي وبالتالي أعتقد أن هناك اليوم يحث عليه مجلس النواب أن هناك اجتماع اليوم الأثنين المقبل وهناك مطالبات بمسألة تشكيل حكومة جديدة أعتقد أن تشكيل حكومة بهذه الطريقة لن يكون له إلا إشكاليتين الإشكالية الأولى وهي تتعلق بجانب سياسي وهو وجود حكومة موازية ولن تستطيع أن تستلم نعني مجيدا حجم التحشيد الآن في مدينة طرابلس وما تحشده حكومة الوحدة الوطنية وأيضا هناك أطياف عسكرية أخرى تريد ربما خلق نوع من البلبلة وخلق نوع من الفوضى وأيضا من فوضى أو عودة إلى الاحتراب من جديد ولكن لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيقف مكتوف الأيدي فيما إذا بالفعل بدأت هناك صراعات عسكرية الهدف منها الوصول إلى السلطة من جديد إذن مسألة الفوضى السياسية وأيضا الفوضى العسكرية ستكون نتاج حقيقي لما يسعى إليه اليوم مجلس النواب وأيضا القوات الأجنبية المتواجدة على كامل التراب الليبي بهدف الانحراف عن الخارطة السياسية التي تم التوقيع عليها بين أطياف أو أطراف الصراع في ليبيا أعتقد أن المسار الوحيد للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة هو المسار الذي تم التوقيع عليه وتشرف عليه بعتة الأمم المتحدة وأعتقد أن هذه المحادثات اليوم التي تقوم بها المستشارة السيدة ستيفني وليمز بالتأكيد ستفضي إلى نتائج جيدة نحو تحقيق الاستقرار والوصول إلى انتخابات تعبر عن إرادة كل الليبيين طيب دكتور أحمد في الوقت المتبقي أود الحديث عن مسألة الجداول الزمنية والأجال الآن كان هناك حديث عن 24 يناير واضح أن هذه المسألة غير ممكنة الآن الحديث الآن عن 24 يوميو الصيف القادم لا أدري إذا كان هذا ممكناً ما هي برأيك الجداول الزمنية الممكنة العملية التي يمكن الوفاء بها من جهة وحل كل هذه العراقيل الموجودة قبل الوصول إليها يعني خليني قبل هذه اللحظة قبل من جاوبك على السؤال المهم جداً أستاذ مهند أعرج إلى نقطة أخرى عندما سألتني هل يستطيع البرلمان تغيير هذه الحكومة أو أقول بأن البرلمان لم يضمن اتفاق جنيف أو التفاهمات جنيف أو خارط طريق في العلانة الدستورية وبالتالي هي غير مدسرة وقد يرجع ويتجاوز هذه المرحلة بالكامل ويعرج على صلاحيات التشريعية في اختيار السلطة التنفيذية وهو حق أصيل له خاصة في ظل التفاهمات مع مجلس الدولة وإطار تفعيل البنود الموجودة في الاتفاق السياسي ومنها البند رقم 5 والبند 42 والبند 52 وهي كلها تعزز آليات التشاور في أنجال سلطة تنفيذية جديدة نأتي للأجال إذا ما تحدثنا على خارط الطريق الأولى التي فشلت في الدهاب بين الانتخابات تشريعية ورئاسية في 24 ديسمبر المنصر والتي أشرف عليها المجتمع الدولي أقول بكل وضوح بأن هذه الخارطة منيت بأزمة قانونية قبل أن نتحدث عن مسؤولية السيد عبد الحميد بيبة في إفشالها لأن خطة التفتيبات الأمنية لم تكن واضحة ومقرات المفوضية تعرضت للعديد من الاعتداءات لذلك تشخيص الأزمة التي قدمها سيد عماد السايح بأن هناك إشكاليات قانونية لابد من معالجتها حتى نستطيع الذهاب إلى إجال أخرى الخارطة الأولى أيضا خارطة الأمم المتحدة حددت تاريخ المرحلة انتقالية بـ 18 شهرا فبالتالي حديث السيدة ستيفاني على شهر يونيو هو تاريخ انتهاء الـ 18 شهرا التي حددت كمرحلة انتقالية نأتي للخارطة الجديدة الخارطة الجديدة إذا ما عُدجت الإشكالية القوى القاهرة وضمنت في هذه الخارطة ووضعت حلول حقيقية سياسية وقانونية وتم الاتفاق على عدم استمرار السلطة التنفيذية الحالية وقدمت ضمانات دولية من المجتمع الدولي بإنجاز الاستقاق الانتخابي سواء في يونيو على مستوى الانتخابات الرئاسية وبعدها في شهر يوليو الانتخابات التشرعية مع تعطيل محاولات البعض فتح موضوع تعديل دستور 2017 أستطيع أن أقول بأننا نستطيع إجراء الانتخابات في أجل قريبة وفقا لهذه الضمانات ووفقا لهذه الإجراءات التدبير أم بعد ذلك فأقول بأنه هو موضوع تسويف للوقت ومزيد من تمطيق للمراحل الانتقالية وصولا إلى حالة لا نهائية من استراع الليبي الذي امتد للسنة الحادي عشر على التوالي طيب أستاذ محمد في الدقيقة المتبقية هل شهر يونيو القادم موعد معقول لإجراء الانتخابات لأن الآن نحن أمام أزمة شرعية كل المؤسسات الليبية اليوم تعاني من أزمة شرعية وبالتالي الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو عبر صناديق الاقتراع الصيف القادم ممكن إجراء هذا الاستحقاق باختصار يعني من الممكن جدا أن يتفق أطراف الصراع على موعد لإجراء انتخابات طبعا متزامنة رئاسية وبرلمانية وذلك يستوجب أمرين الأمر الأول هو التوافق على القوانين الانتخابية سواء كانت قانون انتخاب الرئيس أو انتخاب البرلمان وأيضا وهي أعتقد أنها من الممكن جدا مسألة التوافق عليها في هذا البراحل الزمني نحن نتحدث عن حوالي قرابة الخمسة أشهر وهي أعتقد أنها جيدة أيضا هناك بعض الأمور الأخرى التي تتعلق بالوضع الأمني والمسألة التزوير في القوائم الانتخابية كل هذا يمكن بالفعل حل حلته خلال هذا البراحل الزمني النقطة الأخرى ويغايف الأهمية هي مسألة وجود حكومة قوية تستطيع بالفعل فرض الحالة الأمنية في هذه الفترة هل بالفعل تم التوافق على الحكومة الحالية أم أنه يتم تشكيل حكومة أخرى أعتقد أن هذا متروك بالفعل لأطياف السياسية وأيضا حتى للمجتمع الدولي وبعتة الأمم المتحدة حتى يمكن بالفعل الوصول إلى هذه الانتخابات مطلب كل الليبيين من أزل إزاحة كل هذه القيادات السياسية والعسكرية التي أوصلتنا إلى هذا الحجم من المعاناة اليوم شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية كان معنا من تونس أشكر ضيفنا من بنغازي دكتور أحمد العبود الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم